زي ما انت شايفينه ولمسين وحسين وامتبعين قد ايه فيه جهود هائلة من قبل الدولة المصرية جيشها وشرطتها في مواجهة هذه العناصر الارهابية والتنظيمات الارهابية وازاي انه هذه العناصر والتنظيمات لا تنضب سا ايه بتتراجع والنسبة بتنحسر جدا نسبة العمليات ونسبة التنظيمات لكن يظل موجود هذا العدد القادر على انه يتوالد ويطلع لنا ارهابي وارهابي وارهابي ليه لانه الثقافة السائدة والمناخ الموجود بيولد الارهابيين بمعنى ايه بمعنى ما نقوله ما نسمعه ما نراه ما نقرأه ما يدرس في المدارس ما يقال في الجامعات ما يلقى من قبل شيوخ وعاز او مدرسين جامعة ومدرسين مدارس ومدرسات او او بيغزي افكار سلفية الافكار السلفية اللي هي النظرة الضيقة المتشددة المتزمتة للإسلام لمفاهيم الاسلام ماشي فيطلع الافكار دي بتطلع في منتجات افعال فتطلع مثلا ست لها ولا عليها تلطش في بنت وتزعى في بنات غير محجبات في المترو بتعمل كده ليه لانه كل ما قرأته واسمعته ما نبتقراش كل ما سمعته وطلقته وطلقرته من يوتيوب تلفزيونات من زمان كلام ايه مشايق في الجامع جنبها ولا في الزاوية الجامعية اللي هي بتروح يعينت تاخد منها اول كل شهر المعونة بتاعتها كل الكلام بيغزي الاسلام السياسي ويغزي مظاهر الاسلام من وجهة نظر السلفيين ويدانة اي حد خارج دارة السلفيين فالستة تبقى عادة في المترو عادي ممكن طبعا هي محبطة اقتصاديا كما المجتمع كله فعايزة تطلع على الاحباط ده فتقوم عامل الوصاية والولاية وحالة انها مطوعة بقعدة زع للبنات وتهجمهم وتتهجم عليهم اولا عشان تدي نفسها اقناع واشباع انها ستة يعني مسلمة وتدفع عندنا وعندها دور يعني وانها بتلبي اوامر ربنا وطبعا ممكن تلاقيها عادي جدا يعني تاخد رشوة حرامية ممكن جدا انما دي ما لهاش علاقة بديه دي اللي انها مشبعة بهذه الافكار وتحاول تعمل المطوعة اللي تفرض على الناس بعدوانيتها وشوية كمان تنفس عن نفسها وتدي النفسها اهمية هي دي نفسها هو الراجل الصيدلي اللي يلطش في البنت المسيحية اللي بتدخله تدخل الصيدلية ويقولها مش عارف عامنا شارك ايه ايه وبمنتهى اللزاجة والسخافة يعملون مسخرة بتاع لغدة الصلح اللي مدان فيها كل من يقف فيها وكل من يوافق عليه ده الراجل الصيدلي ده والست بتاعت المترو وغيرهم يعني دولة المنتج بتاع الافكار بالضبط بالضبط والولد اللي بيضرب بالرصاص واللي بيفجر نفسه في سينة هي نفس الافكار بس انت بتطلقها حسب قدراتك انت ست غلبانة واللي تضرع عليه انك تشتغلي خلط فرنسا على البنات وتتهجمي عليهم انت راجل صيدلي قاعد في العزبة بتاعتك انه تصور مملكة بتاعتك فتتطاول باسم الدين على اي حد ليه لانه متغذب ده متغذب الافكار دي طيب وانت شاب بقى طالف تانية هندسة تاخد بعدك وتسافر سينة وتنضم لجماعة الاسلامية وتفجر في الجيش ما هم بنفس الافكار بس القدرات دي تختلف والتلقي بيختلف يبقى نعمل ايه نعمل ايه كمجتمع نجفف الافكار دي اللي بتنتج لنا النماذج الشائهة دي ما يغراجش الراجل اللي هو بيضرب بنت في الالم وانت تروح تعقبه وتودي الاسم لانه زيه بالضبط الشاب اللي بيضرب بالرصاص الفارق بس في مساحة التلاقي وقدراته والحمية بتاعة السن يباتى الحل كدولة تعمل ايه كدولة انك تغير الافكار اللي بتطلع ده اللي بتنتج ده المناخ ده لا انت بتستسلم له بشدة طبعا مش بكسرة دلوقتي يعني فيه نجاحات وفيه مناطق منورة لكن الغلبة في جهزة الدولة واللي شغالين يعني وعايزين يقنعوا جهزة الدولة انهم مفيدين يعني اللي شغالين في النغمة دي نغمة اصلاحة تعالوا ندفع الاسلام احسن الاخوان يكسبوا هيكسبوا اي خنائت اي صراع في المزايدة الدينية المتشد ده اكتر ولا هيكسبوا قولة ان واحدا اللي يقرأ عشر صفحات في التاريخ هيعرف كده مش قولك حداشر صفحة عشر صفحات اي مزايدة من اجلسة الدولة على الاخوان فيما خص الدفاع عن الاسلام الاخوانهم ما لا يكسبوا عشان بس الدولة تهدى وترتاح كده وتعرف اولة من اخير يوم ما هيحسم وهيختار هيختار اللي هو شايفه اللي بول بجد ومتصور كده حكاية ان احنا منقدم نفسنا كدولة اصحنا المسلمين الطيبين وهم المسلمين الاشرار فمتوقفوش جنب المسلمين الاشرار وقفوا جنب المسلمين الطيبين دي الحقيقة يعني منطق وسياسة ادعو ده ادعو الدولة انه تتحور مع نفسها علي قصة مش كده خالص تماما والمسلم الطيب بيقول نفس كلام المسلم الشرير لانه المسلم الطيب فاكر ان الكلام ده كلام ربنا وهذا المشكل يعني فاكر الخلافة دي حاجة كويسة والمفروض ترجع فاكر ان الشريعة دي حاجة ربنا اللي منزلها والمفروض تتطبق فاكر كده فاكر فعلا انه المخارقة صحي كتاب بعد كتاب الله يعني يعني التعبير نفسه والجملة نفسها معيبة مهينة فالك المواطن المسلم الطيب فاكر كده على فكر المسلم الشرير فاكر زيه بالظبط بس بياخد البندقية زيادة فالقصة بينك وبينه مش فكرة البندقية فكرة الافكار فانت يعني لو تصورت انه الشرير رمى البندقية فبقى كده طيب الله العظيم يعني ده انت اللي طيب الدولة بقى تقعد تتناش في الكلام ده مع نفسه وترسى على بر ولو عايز ترسى على بر انها دولة سلفية تقول بس انها ما نبقى فاهمين الضبابية دي والتنازع ده يرسى على بر بس مش حكمة على فكرة توزيع الاضوار مش حكمة معاولة عقد صفقة جديدة على الطريقة المباركية مش حكمة ومش لصالح البلد بدليل انها جات على دماغ البلد انا مش عايف دليل اكتر من كده ايه نقوله